ده من اللعيبة اللي لها طعم ولون وريحة وكل حاجة مصطفى فاتحي مصطفى فاتحي من اللعيبة اللي لغاية النهاردة يعني بصوا مصطفى فاتحة تاخد في خمسة عشرستة عشرين سنة يعني بيكبر ورغم كده يعني لسه ما استطعمناش ريحة مصطفى فاتحي الحقيقية الغد دلوقتي لسه عمدوا حاجات كتيرة جدا جدا بده مقدماش لسه في الكرة في نادي الزمالك و المنطقة بناصر فكل اما يجي يقوم يحصل قصة كل اما يجي يقوم يحصل قصة كل اما يجي يقوم يحصل قصة و الحمدى شوفي تماما جات لو كورونا فمصطفى فاتحي بعيد عن الملعب و الناس مصطفى معرفة جدا حتى في الم lum Начاغة طب في المصطفى فاتحي اللي لما سألنا في نادي الزمالك لأينا ان هو قصة الكورونا عنده يعني استهلكته الفترة اللي فاته انه هو شوفي منها تماما والمساحات سلبية وكل حاجة لكن كان عنده مشكلة شوية في التنفس وهو بيجري وهو بيعمل واشتكى منها اكتر من مرة فيه كارتيرون وده من المدربين العقلين يعني ده من المدرب العائل اللي يعمل كده سيبك من النتيجة بتاعت النهاردة ما تفكرش بس في النهاردة عندك بكرة وعندك ماتشات جاية وزحمة وبطولات مهمة فمريح تماما مصطفى فاتحي تماما لغاية ما مصطفى نفسه اللي يشعر ان هو متعافي بنسبة 100% عشان يشارك في المباريات فيه نوعية كده من القعيبة ما تتنسيش تفضل طول الوقت تفكرها ومستطعمها اللي زي مصطفى فاتح زي صالح جمعة انا عاديين صالح جمعة الناس ما سكالوزو ما بقولوكو طبلة ورق صالح جمعة صالح جمعة صالح جمعة صالح جمعة رقم ان صالح جمعة لغد دلوقتي مداش للكورة المصرية اللي المفترض يديه للكورة طبقا وفقا لمستواه